لقد تغير العالم وأصبح الطقس يزداد حدة نحن نتحدث اليوم عن بضعة ملايين من اللاجئين مستقبلا سنتحدث عن مليارات الجفاف والفيضانات والأعصير مناطق شاسعة يجري تدميرها بفعل كوارث بيئية كم من الناس سيضطرون إلى مغادرة منازلهم بحلول منتصف القرن ليس بسبب الصراع والحرب بل بسبب تغير المناخ يبدو أن العالم يسير نحو مستقبل مقلق من منطقة الساحل إلى جنوب شرقية ومن المحيط الهادئ إلى البحر الكاريبي يفر الناس من المياه المتصاعدة بينما يفر آخرون من الجفاف بدأ عدد سكان العالم في الارتفاع السريع منذ حوالي مئتي عام سيصل إلى عشرة مليارات قريبا ترتفع الغازات الدفئة أيضا بسرعة يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الغلاف الجوي للأرض إلى إفساد المناخ البشر المسؤولون عن ارتفاع درجات الحرارة أصبحوا ضحية ذلك المزيد من الناس يجبرون على مغادرة منازلهم يتفاقم التفاوت بسبب تغير المناخ الدول الصناعية الغنية تلوث هوائنا بينما يعيش الضحايا الأساسيون في جنوب العالم في إندونيسيا على سبيل المثال تقع قرية بانتاي بهاكيا وتعني الشاطئ السعيد على المحيط الهندي بسبب ارتفاع من سب مياه البحر والأمطار الغزيرة تغرق القرية في البحر يستمر الفيضان حتى خلال موسين الجفاف المدرسة الابتدائية المحلية رطبة ومليئة برائحة العفن يقول الأباء المحليون إن الظروف لا تطاق تم إخراج أكثر من نصف الأطفال من المدرسة مدرس الابتدائي موسعدي رحمة الله التحق بهذه المدرسة بنفسه وهو مصمم على المثابرة غمرت المياه الفصول الدراسية لأول مرة في عام 2013 الظروف هنا صعبة للغاية بالنسبة لنا غالبا ما يتعين وعلينا إرسال الأطفال إلى المنزل عندما تغمر المياه الفصول الدراسية يجلس الأطفال وأرجلهم في المياه أصبح التدريس العادي مستحيلا الأطفال يتراجعون يعتقد رحمة الله أن الماء سيغمر المدرسة في غضون السنوات الخمس أو الست المقبلة وسيتم هجرها موسيقى لكن كيف ستبدو هذه القرية بعد ثلاثة عقود من الآن في عام 2050؟ في ذلك الوقت ستكون ظروف الطقس قاسية جداً حيث سيغمر البحر سبعة عشر ألف جزيرة في إندونيسيا وقسماً كبيراً من الساحل لذلك لن تكون الحياة كما نعرفها اليوم ستظهر الكثير من الأمراض ستكون هناك أوبئة وسيتأثر النمو الاقتصادي العالمي بالصراع الوفقي الواحد ضد الآخر القتال من أجل الغذاء والماء ربما الهواء أيضاً هذه الصورة المحزنة ستكون في عام 2050 بالنسبة للمبعوث الإندونيسي الخاص فإن تأثير الكارثية للتغير المناخي الذي لا يمكن سيطرة عليه هو تحدي الأكبر الذي يواجه البشرية اليوم رغم أنه قبل عشر سنوات فقط لم يكن هذا الموضوع مطروحاً على الساحة جاكارتا عاصمة إندونيسيا بحوالي عشرة ملايين نسمة تعد أكبر مدينة في جنوب شرق آسيا في منطقة جاكارتا يعيش حوالي ثلاثين مليون شخص ما يجعلها ثاني أكبر تجمع حضري في العالم تقع أسواق الأسماك في شمال جاكارتا يعبق الهواء برائحة محيط ويمتزج بروائح المدينة على بعد بضعة كيلومترات فقط من وسط المدينة أصبحت المشاكل التي تواجه العاصمة الاستوائية واضحة يعاني السكان من الضباب الدخني والحرارة وحركة المرور الكثيفة والتلوث والكثافة السكانية وظروف الصحية السيئة وتزايد وطيرة الفيضانات يقع حي داداب الفقير بالقرب من المطار اعتاد سكانه البالغ عددهم خمسة ألاف نسمة العيش بالقرب من البحر لكن في هذه الأيام يبدو أنهم يعيشون فيه يعيش إيكو سومارنو في داداب منذ سبعينيات القرن الماضي يشاهد هو وجيرانه ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل مغلق على الأقل مرة واحدة في الشهر تصل الفيضانات إلى ركبتيه في بعض الأحيان يبقى الماء ليومين وأحياناً لأسبوع غمرت المياه المنطقة لأول مرة في حوالي عام 2000 في البداية كانت بضعة سنتيمترات فقط منذ عام 2010 أصبح ارتفاع الفيضانات أعلى لكنها لم تكن بالسوء الذي هي عليه الآن المناطق الأقرب إلى المحيط هي الأكثر معاناة الأحياء الفقيرة مثل داداب ستكون أول من تحتاج إلى إعادة توطين سكانها بالكامل تقع الأحياء الفقيرة الأكثر تعرضاً للخطر على طول ممر عريض يمتد عبر المدينة لا تحدث الفيضانات حول المناطق الساحلية فحسب إنما تحدث أيضاً أعلى المجرى في وسط مدينة جاكارتا بالقرب من مكتبي المهندس ماركو كوزومو جايا يشغل منصب مدير مركز روجاك لدراسات الحضرية الذي يدرس حلول المشكلات المتعلقة بالمناخ الآن ينصب تركيزه على استنزاف المياه الجوفية من المنطقة لانخفاض منسوب المياه عواقب أكثر خطورة من ارتفاع منسوب مياه البحر إنه يتسبب في غرق الأرض مع أجزاء كبيرة من المدينة على خليج جاكارتا يرتفع مستوى سطح البحر بين أربعة مليمترات إلى ستة في السنة ولكن الأسوأ هو أن أرض جاكارتا تنخفض من ثلاثة سانتيمترات إلى عشرين سانتيمتراً في فبراير عام 2013 كان ما يقرب من نصف مدينة جاكارتا تحت الماء من المرجح أن تصبح مشاهدك هذه شائعة بشكل متزايد تستمر مستويات المحيط في الارتفاع والأرض تنهار وأصبحت الأمطار الغزيرة أكثر تواتراً حوالي ثلاثي جاكارتا حالياً تحت مستوى سطح البحر تدفع المشاكل البيئية المزيدة من الناس إلى الفرار من المدينة لكن معظمهم يريدون البقاء أو ليس لديهم خيار آخر شرعت الحكومة الآن في خطط لبناء جدار بحري طويل لحماية المدينة تم بناء حوالي ستة كيلومترات من السور البحري المخطط له والذي يبلغ طوله خمسين كيلومتراً ومع هذا يشتاز الماء طريقه أصبح من الواضح أن كل شيء يقع قرب البحري سوف يقع ضحية له ذات يوم مثل هذا المسجد الأمر السيء هو أن معظم الأحياء الفقيرة سوف تغمرها المياه لأن الأحياء الغنية بنيت أعلى وتحديداً بسبب قيام الأغنياء ببناء مساكنهم في الأعلى فإن المياه التي تصل إلى الأرض سوف تتدفق فعلياً من فوق إلى الأحياء الفقيرة المحيطة بها بارتفاع مياه الفيضانات فإن المناطق الفقيرة هي الأشد تضروراً وإذا كانت الأحياء الفقيرة تقع أيضاً على طول أحد الأنهار الثلاثة عشر التي تتقاطع مع المنطقة فإنها تجد نفسها مغمورة بالمياه لأسابيع في كل مرة المناطق القريبة من نهر سيليونغ وروافيده هي الأكثر عرضة للخطر مثل تونغول التي تقع على بعد أربعمائة متر من المحيط المنطقة ذات الدخل المنخفض هي موطن لسائقين وخادمات المنازل والصيدين وعمال البناء تشير التقديرات إلى أن 65% من سكاننا سيكونون ضحية مباشرة لذلك هذا يعني كثيراً من الناس 65% من 300 مليون يعني 170 مليون شخص نحن بلد هو عبارة عن الخبيل جزر هناك نحو 6000 جزيرة مأهولة سيتم تدمير المناطق الساحلية قد يصل العدد إلى 40 مليون شخص هم سكان الساحل أولئك عرضة لآثار الانهيارات الأرضية إذن 40 مليون شخص سيتأثرون بشكل مباشر إندونيسيا معرضة لمجموعة من الكوارث الطبيعية كالعصير والفيضانات الطينية والجفاف هذه المخاطر تتداخل مكان واحد معرض بشكل خاص لخطر الكوارث المرتبطة بالمناخ إنها جزيرة جاوة وبالتحديد هنا تقع جاكارتا وهي واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم تنتهي الاختناقات المرورية في المدينة قبل منتصف الليل بفترة قصيرة لتستأنف مرة أخرى عند الفاجر أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف شخص يذهبون يوميا إلى العمل في المدينة على بعد مئة كيلو متر جنوب شرق البلاد يتلاشى سخب جاكارتا يقع حي سيانجور على سفح اثنين من البراكين غير النشطة إنها واحدة من أكثر المناطق الزراعية خصوبة في جاوة الأرز والخضروات والفواكه المزروعة هنا تغذي عاصمة البلاد لا يمكن الوصول إلى قرية سارونك إلا بواسطة دراجة نارية أو سيرا على الأقدام يدير دودو دوروني مزرعة قهوة صغيرة هنا كان والده وجده مزارعين أيضا كانت القهوة محصولا مربحا هنا فقد كان سعرها أفضل من الخضروات لكنها متعبة أكثر من الأرز لقد تغير هذا عندما كنت صغيرا كنا نزرع خلال موسم الأمطار يناير وفبراير ومارس ونحصد خلال موسم الجفاف المزارعون هنا يائسون في موسم الأمطار غالبا ما يكون التقس جاثا في موسم الجفاف تمطر نحن ندفع ثمنا باهظا لتغير المناخ محاصيلنا انخفضت بنحو 60% استسلم ما يقرب من نصف المزارعين المحليين انتقلوا إلى أجزاء أخرى من اندونيسيا أو غادروا البلاد تماما أصبح البعض منهم عمال بناء في المملكة العربية السعودية لكن دودو دوروني لا يريد الانضمام إليهم بالنسبة لي لا يوجد خيار آخر سوف أبقى هنا لأطول فترة ممكنة أنا مزارع هذا ما أنا عليه سأحاول التكيف مع تغير المناخ إذا حان وقت الزراعة وكان الجو جافا جدا مثلا ما علي سوى الانتظار هذه المناطق الجبلية لا توفر الغداء للمدن فحسب بل إن غابتها تساعد أيضا في تخزين مياه الأمطار على الرغم من تزايد ظروف المناخية القاسية بشكل متواتر هنا تقع الغابات ضحية قطع الأشجار هذا يسمح لمياه الأمطار بتدفق دون عائق في الوادي في بعض الأحيان يكتسح الماء كل شيء في طريقه تشكل الانهيارات الطينية خطرا متزايدا هذه الصور تعود إلى عامي 2017 و2018 يقول مبعوث المناخ الخاص رحمة ويتولار إنه بحلول منتصف القرن سيدفع تغير المناخ 40 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم في اندونيسيا وحدها لم يعد بإمكان المزارعين حرث حقولهم سكان الأحياء الفقيرة غارقت أكواخهم المصنوعة من الصفيح في البحر يتفق معظم الخبراء على أن المناطق الأكثر برودة في العالم هي التي أصبحت أكثر مراكز تغير المناخ كالقطب الشمالي والقطب الجنوبي وألاسكا والكثير من التربة السقيعية في روسيا نيكيتا زيموف تدرب كعالم رياضيات بإلهام من والده أصبح نيكيتا الآن باحثاً في المناخ مثل والده كرس حياته للحفاظ على أراضي روسيا المتجمدة جاء إلى نهر كوليمة في شمال شرق سيبيريا بعد رحلة استغرقت ثماني ساعات من موسكو لجمع الأدلة على أن الجليد يختفي ارتفع درجة حرارة الأرض إلى ثلاث درجات مئوية ما تسبب في ذوبان طبقة العليا من الجليد يتمثل أحد الأثار الجانبية في ظهور المزيد من الأحافير النادرة لعلماء المتحجرات سيكون هذا كنزاً دفيناً حقل ثروات من عصر البلايستوزتسين إذن هذه ساق ماموث ليست كبيرة جداً متوسط حجمها عشرون إذن كان هذا الماموث هنا ضخماً في كل كيلو متر مربع تقريباً كان هناك ماموث قبل أربعين ألف سنة أما الآن وجدنا على هذا الكيلو متر المربع حوالي ستمائة هيكل عظمي نكتشف دوماً هيكل عظمية بين الحين والآخر التربة تتآكل وتنزلق إلى النهر هذا أيضاً نتيجة لذوبان تربة سقيعية يدعو نكيتا مثل هذه النباتات بالكسالة كانت التربة التي يزرعون فيها جرداء لمدة أربعين ألف سنة سوف ينتهي هذا الغطاء النباتي قريباً في النهر التغييرات التي تحدث هنا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة في مساحات واسعة من روسيا ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على المناخ العالمي والهجرة الجماعية للشعوب لأن كمية الكذلة الحيوية في الترسبات السقيعية هائلة إذا تم إطلاق ثاني أكسيد الكربون والميتان المحتجزين فيها إلى الغلاف الجوي فإن وطيرة تغيير المناخ ستزداد بشكل كبير هذه جذور الأعشاب التي نمت هنا منذ حوالي أربعين ألف سنة ومشكلتها أنها مخزن هائل للكربون تأخذ كل هذه الجذور الصغيرة وتضعها على جانب واحد من التوازن وعلى الجانب الآخر من التوازن تضع كل الغطاء النباتي للكوكب إذن سوف ترى أن هذه الجذور الصغيرة تزن أكثر وإذا بدأت التربة السقيعية في التدهور في كل مكان فسيصبح كل هذا متاحاً للميكروبات للأكل وسوف تتحول قريباً جداً إلى غازات دفيئة إلى ثاني أكسيد الكربون والميتان هذا هو الجليد النقي عندما يذوب هذا الجليد ويختلط الماء مع هذه التربة تنتج هذه التجمعات الطينية والتي تتجه أسفل هذا المنحدر تتغير الظروف بسرعة كبيرة هنا يمتزج الاثنان معاً الكثير من الكربون والكثير من الجليد وهذا سيعطيك قنبلة كربون سريعة جداً كل مشكلة ستحدث بسبب الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم ستصبح أضخم مع هذه الأمور إذا كانت الحالة سيئة في مكان ما ستصبح أسوأ إذا كانت هناك طريقة لمنع حدوث ذلك علينا اتباعها لأننا إذا لم نفعل ذلك فيمكنك كتابة أي سيناريو مروع وربما سيتحقق معظمها يقدم نيكيتا زيموف وجبة الإفطار في بيت الضيافة الخاص به على مدى العقد الماضي ازداد الاهتمام بالتربة السقيعية عادة ما تعج غرف ضيوف في المحطة هنا على مدار العام بباحثين من جميع أنحاء العالم مجموعة من جامعة أوكسفورد موجودة الآن لدراسة التحولات الجارية حاليا فيما كانت أرضا متجمدة خلال الحقبة السوفيتية كانت المحطة الفضائية الهائلة تستخدم لبث البرامج التلفزيونية من موسكو لقد حولها زيموف إلى قاعدة للعلماء من جميع أنحاء العالم البيانات التي تم جمعها في سايبيريا وعبر أقصى شرق روسيا مثيرة للقلق عادة ما ترتبط المناطق النباتية بالغازات الدفئة في الصيف في فصل الشتاء اعتادت أن تطلق كميات صغيرة جدا في الجو ولكن على مدار الأعوام القليلة الماضية تطلق التربة الصقيعية التي تدوب في الصيف كميات متزايدة من الميثان وثاني أكسيد الكربون خلال فصل الشتاء يتصرف المحيط الحيوي كصديق باعتباره استراحة معتدلة لتغير المناخ إذن يتم انتصاص حوالي 40% من ثاني أكسيد الكربون الذي نصدره بواسطة المحيط الحيوي إنه يعمل على إبطاء تغير المناخ إذا لم يحدث ذلك فسيكون التغيير أسرع مما هو عليه لذا فإن أحد المواضيع الكبرى لدينا كعلماء في نظام الأرض هو فهم المدة التي سيستمر فيها المحيط الحيوي في العمل كاستراحة وهناك خطر من تحول هذه الاستراحة إلى مسرعا في وقت ما في المستقبل حول العلماء في أماكن أخرى انتباههم أيضا إلى التربة الصقيعية وتأثيرها المحتمل على تغير المناخ يصدف محد البيئة التطبيقية في الشمال مجموعة من الباحثين من براغ لقد عادوا لتوي من معاينة فوهات في التربة الصقيعية عينات التربة هذه هي هدية للمعهد بالمقابل يأمل الباحثون تشيك في الحصول على تصريح لعرض بعض من اكتشافاتهم الرائعة في المتحف الوطني ببلدهم بقايا الماموث مثلا والبقايا المحنطة لحصان منقرض من عصر البلايستوتسين يطلق سكان المحليون على فوهة باتاكاي حيث تم العثور على البقايا المتحجرة اسم بوابة العالم السفلي انه وصف مناسب في الستينيات تم تطهير جزء صغير من لغبات لشق طريق جديد بدأت التربة الصقيعية الموجودة تحت الاشجار في التآكل في البداية كانت الفوهة بعمق بضعة امتار في بعض الاماكن يبلغ عمق الفوهة مئة متر في المتوسط يبلغ عمقها ما بين اربعين وستين مترا يبلغ طولها كيلومترا ونصف وعرضها حوالي كيلومتر واحد في الوقت الحالي لكن من الصعب تحديد حجمها بالضبط لانها تتوسع بسرعة كبيرة هذه الانواع من الاحداث الكارثية قد تصبح شائعة بشكل متزايد ليس فقط في المناطق السكنية بل في اي مكان في البرية اينما توجد خطوط انابيب النفط ومرافق الغاز الطبيعي يمكن ان تتأثر بنية التحتية باكملها يمكن ان تتأثر معظم مدن سيبيريا والشرق الاقصى لروسيا حيث يعيش حوالي خمسة وعشرين مليون شخص في المجموع ماذا سيحدث لو ذابت التربة السقعية في العالم؟ حتى الان نتائج البحوث من مناطق اخرى من العالم قليلة لكن الشبكة العالمية للارض تقوم بجمع البيانات في عام الف وتسعمائة وستة وتسعين ذابت التربة السقعية الى عمق خمسة واربعين سنتيمترا في فصل الصيف بحلل عام الفين وسبعة عشر ذابت الى عمق سبعة وثمانين سنتيمترا بزيادة تقرب مئة بالمئة على مدار عشرين سنة فقط هذا يشكل خطرا على كل من الناس والبنية التحتية خطوط الغاز الطبيعي وانابيب النفط تتأثر بشكل خاص بحسب تقديرات منظمة السلام الاخضر حوالي واحد من المئة من النفط يتم فقدانه بسبب تسريبات في خطوط الانابيب حوالي خمسة ملايين طن من هذا النفط يتسرب الى التربة كل عام يشهد سكان مدينة تشيرسكي القطبية في اقصى الشمال الشرقي من روسيا هذا التحول السريع درجات الحرارة ترتفع بلا هوادة بدأ اسفلت الشوارع بالتفكت تظهر بعض المباني علامات تدل على ان الارض صلبة التي نقف عليها بدأت تغرق مدينة تشيرسكي على نهر كوليما هي ايضا موطن للعالم والناشط البيئي نيكيتا زيموف على الرغم من انخفاض درجات الحرارة هنا الى ستين درجة مئوية تحت الصفر في فصل الشتاء يبدو ان تأكل تربة السقيعية لا يمكن ايقافه يظهر هذا جليا بشكل خاص في محطة معالجات المياه السابقة انها تستند الى اعمدة مثل جميع المباني هنا بدأت الارض هنا تغرق قبل عامين فقط لكن الحفرة عميقة بالفعل اذ يبلغ عمقها مترين من الصعب فهم هذه الاحداث بمجرد ان تبدأ فهي تجري بسرعة كبيرة حين كنت هنا قبل اسبوع كانت هتان الصفيحتان لا تزلني في الهواء عند وصولنا الان نراه ما قد نزلتا بالفعل هناك امر جلل يحدثه تحت الارض هذا الجليد يتآكل وفي النهاية سوف ينهار كل ذلك الاسفلت هذه العملية تزداد نوعا ما ربما ينهار سنتيمترا لليوم وعشرة سنتيمترا في اليوم الحار اذا لدينا منطقة تربة سقيعية خطرة والان مع ارتفاع درجة حرارة المناخ تزداد سخونة الاسفلت يبدو الامر كذلك مع الذوبان اذا كل البنية التحتية في العقود القليلة القادمة سوف تنهار على الارجح حرارة الشمس مرتفعة نحن في دولة الكاميرون الواقعة في وسط افريقيا هنا على نهر مايوبولا تجد علامات اليأس في كل مكان تهطل الامطار في شمال الكاميرون بشكل متواصل في شهري اغسطس وسبتمبر خلال بقية العام يجب على الناس المشي بعيدا للعثور على الماء او الحفر العميق يقول كبار السن هنا ان المياه كانت تتدفق بكثرة عبر نهر مايوبولا الى نهر لوغون ثم تصب في نهاية في بحيرة تشاد لكن تلك الايام ولت يعمل الاختصاصي الاجتماعي ادوارد كالدابا في منظمة كاريتس الخيرية في المنطقة انه يحاول درء كارثة انسانية تلوح في الافق يمثل الوصول الى مياه الشرب مشكلة هائلة للاشخاص والحيوانات هنا في اقصى شمال الكاميرون غالبا ما يزور كالدابا القرى القريبة من العاصمة الاقليمية ماروا اليوم هو في وو يانج موطن العديد من الرعاة يعمل كالدابا كعامل اجتماعي لسنوات عديدة ويعرف مؤشرات كارثة انسانية وشيكة في صيف عام 2018 كانت المنطقة على حافة الهاوية النساء هن من يجلبنا الماء لكن الان اصبح الامر سيئا للغاية على الاسرة باكملها المساعدة عندما يريد الشباب بناء منزل لا يجدون الماء حين نريد العمل لا نجد الماء عندما يريد شاب العمل في الزراعة او التجارة لا يجد الماء لقد بدأ التحول الشباب يغادرون يذهبون الى المدن الكبيرة يواندي ودوالا بدأ الناس بالرحيل لم نعد نعرف كيف سنتمكن من تدبر الامر يكون الجفاف قاسيا خاصة على الاشخاص الذين يجب ان يجد الماء ليس لعائلتهم فحسب ولكن للمشية ايضا فجاي جرانفو يبلغ من العمر ستين عاما وكان دائما ما يرعى قطعانه اصبح الان الجو جافا لدرجة انه وابنه جان بول يزدادان يأسا تم حصاد هذا العلف الحيواني العام الماضي لقد جف تماما ولم يتبقى الكثير اذا لم تهطل الامطار في الشهر التالي فان عائلتا جرانفو تخشى الاسوأ اذا ماتت ماشيتهم لن يتبقى لديهم اي شيء يقع النبع على بعد ستة كيلومترات يجب علينا جلب الماء مرتين في اليوم للحصول على ما يكفي بالكاد لأبقارنا الأربع والماعزي وعائلتي على مدى السنوات العشر او الخمس عشرة الماضية ازداد الوضع سوءا هذا هو السبب في عدم قدرة الشباب على البقاء في القرى انهم مجبرون على المغادرة والذهاب الى المدن لا يوجد مستقبل لهم هنا يغادر الشباب لان شح المياه يسرق مستقبلهم يغادر الرعاة الى المدن عندما تموت ماشيتهم من العطش كذلك التجار ومزارع الحبوب والصيادون الناس من جميع انحاء شمال الكاميرون يغادرون منازلهم انهم لاجئوا مناخ وفي هذا دلالة على امور مقبلة لكن المناخ ليس السبب الوحيد وراء قرار الهجرة غالبا ما يكون الفقر عاملا الخوف من الهجمات الارهابية يمكن ان يلعب دورا ايضا فر معظم الناس هنا من جماعة بوكو حرام الاسلامية المتشددة في نيجيريا المجاورة اضطروا رغما عنهم للمغادرة الى الكاميرون وهم يزيدون في الوضع البائس الذي يواجه السكان المحليين يقف الناس هنا في طوابير لمدة تصل الى ثماني ساعات لتلقي بضعة كيلو جرامات من الطعام ينتظرون بهدوء وصبر على الرغم من الحرارة القاسية هناك مئتا كيس من حبوب الدخن والذرة لثلاثين الف شخص هناك حاجة ناسة الى هذه المساعدة ولكنها ليست سوى قطرة في محيط لقد رأينا بالفعل عدة موجات من الهجرة لا يزال الناس يحاولون شق طريقهم جنوبا لإيجاد أراضي زراعية في المناطق ذات الهطول المطري الأكبر غادر الكثير من الناس هنا منتجهين الى الجنوب هنا في منطقة ميميم كانت الأمطار تبدأ في أبريل الآن تأتي الأمطار في أواخر مايو في بعض الأحيان في أوائل يونيو في الماضي كان يستمر المطر حتى أكتوبر ولكن في العام الماضي توقفت الأمطار في أغسطس بالنسبة للمزارعين هذه كارثة من أجل الزراعة بشكل صحيح يجب أن تبقى التربة رطبة لأكثر من أربعة أشهر على الأقل من السنة يسمي الخبراء هذا خط 120 يوما إذا استمر المطر أقل من أربعة أشهر ستكون تربة قاحلة زراعة الحبوب تصبح مستحيلة وتموت الماشية في منطقة الساحل هذا الخط الفاصل بين البقاء والكوارث يتجه نحو الجنوب باتجاه خط الاستواء من عام 1970 إلى عام 2016 مساحة واسعة تصل إلى 100 كم من الأراضي التي كانت صالحة للزراعة تحولت إلى صحراء نتيجة لذلك نشأت مئات المخيمات في منطقة الساحل حيث فقد الناس رزقهم بالكامل تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في الظل و60 درجة تحت الشمس يعيش الناس هنا على مشارف الياس ويقتاتون على الأغذية التي تقدمها لهم المنظمات غير الحكومية تعيش إيسا إنجولدا وعائلتها في أحد هذه المخيمات لديهم ما يكفي من الغذاء في الوقت الراهن ويمكنهم الوصول إلى مضخة المياه لكن إجبارهم على الفرار من منازلهم لم يبقي لهم شيئا أصبحت حقولهم قاحلة حيث اعتادوا زراعة الدخن والبصل إيسا وزوجها وأطفالهم الخمسة هم لاجئوا مناخ نحن نعاني كثيرا ليس هناك مطر ليس لدينا ماء ليس لدينا ما يكفي من الماء لزراعة أي شيء يتجه الناس هنا جنوبا على أمل أن يتمكنوا من زراعة المحاصيل هناك والعثور على شيء للأكل في جنوب شرق آسيا دفعت الفيضانات الناس إلى مغادرة منازلهم في إفريقيا إنه الجفاف المدمر البحيرة التي منحت اسمها للمنطقة بأكملها هي المصدر الطبيعي الوحيد للمياه في المنطقة تعاني الكاميرون مثلها مثل تشاد المجاورة والبلدين الآخرين الذين يتخمان بحيرة تشاد جاء باحثون من المنظمة الدولية للهجرة إلى هنا لدراسة العلاقة بين تغير المناخ وظهور الهجرة المناخية قضى ما شوري موريلو من منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة سنوات في منطقة الساحل كل لقاء وكل محدثة تمنحه المزيد من التفاصيل إلى النتائج الأولية التي توصل إليها يزور موريلو وفريقه اليوم مخيما للنازحين بالقرب من بحيرة تشاد تحت ظل شجرة شبه جردة يتحدث مع محمد إبراهيم وهو رب أسرة أخبر موريلو أنه رعي إبل عانت العائلة من محنة فضيعة قبل وصولها أخيرا إلى بحيرة تشاد ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه هما ما دفع العائلة إلى الخروج من منزلها تغير المناخ له تأثير كبير علينا كرعاة إذا لم يكن هناك مطر لن تنمو النباتات ومن دون النباتات الخضراء التي تعد غذاء تموت حيواناتنا لذلك نحن الرعاة تضررنا بشدة من هذا تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر هذه الدول تعتمد جميعا على هذا المصدر يمكنك أن تدرك أن هذه البحيرة فريدة من نوعها إنها مصدر مياه عذبة داخل منطقة قاحلة تعتمد حياة الكثيرين على بحيرة تشاد للعيش إذا اختفت بحيرة تشاد فستقع كارثة بيئية خطرة لأنه من دون هذه البحيرة بل كاد يمكنك التحدث عن بيئة معيشية في منطقة بحيرة تشاد في عام 1963 غطت بحيرة تشاد مساحة 25 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2007 كانت المساحة 2500 كيلومتر مربع فقط أصغر بنحو 90% وتستمر البحيرة في الانكماش إذا اختفت البحيرة فمن المحتمل أن يصبح أكثر من خمسين مليون شخص لاجئ المناخ وهذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار معدل النمو السكاني كانت بحيرة تشاد مصدرا للحياة لملايين الأشخاص مع استمرار تقلصها أصبحت المياه موريدا أكثر ندرة وقيمة وكذلك الأراضي صالحة للزراعة والأسماك في البحيرة مع تقلص بحيرة تشاد ستصبح المنافسة على هذه المؤارد مريرة بشكل متزايد في الوقت الحالي يتنافس الصيادون في المنطقة بشدة بسبب تناقص المخزون من أسماك الشبوت والبرمون النيلي والبلطي مع تغير المناخ هناك تأثير رئيسي على البحيرة لأنه يؤثر على توزيع الأسماك ونمطها ومع أخذ ذلك في الاعتبار فإنه يؤثر على صناعة الصيد أيضا لذا فهو يؤثر أساسا على ثلاث مجموعات في هذه المنطقة المحيطة وهي مجموعة المزارعين ومجموعة الرعاة ومجموعة الصيادين المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد هي رمز صلة الوثيقة بين تغير المناخ والهجرة في الماضي كانت لدينا الكثير من الأسماك الجيدة كنا نبيعها هنا أو في نيجيريا لكن الآن لديهم مشاكل مع الإرهابيين وهنا ليس لدينا المزيد من الأسماك في بحيرتنا من بحيرة تشاد إلى إندونيسيا لم يعد بإمكان المزارعين الاعتماد على المواسم المتوقعة للزراعة والحصاد تشكل الأعصير والجفاف والفيضانات والانهيارات الطينية وحرائق الغابات تهديدا كبيرا ويبدو أن ذوبان التربة السقيعية سيؤدي إلى تفاقم ذلك قريبا حول العالم في القارة الأمريكية يفر الناس من الجفاف في شمال البرازيل تعاني منطقة البحر الكاريبي وجنوب الولايات المتحدة من الأعصير في إفريقيا يغادر الناس منطقة الساحل القاحلة من المحتمل أن يتجه البعض شمالا إلى أوروبا في إسبانيا وإيطاليا واليونان سيهرب الناس أيضا من ارتفاع الحرارة في آسيا تختفي المناطق الساحلية بارتفاع مستوى المحيطات يفر الناس إلى مناطق مرتفعة في دلت النهر مثل بنغلاديش سيتم غمر جزر بحر الجنوب بحلول عام 2050 كم من الناس سيصبحون لاجئ مناخ؟ نحن نعلم في الوقت الحالي أن حوالي 20 مليون شخص يتم تهجيرهم كل عام هذا الرقم صحيح إلى حد ما خلال العقد الماضي لذلك يمكننا القول أنه في ظل تغير المناخ والنمو السكاني وظهور شرائح سكانية أكثر ضعفا فإن هذا العدد سوف ينمو إذا نظرنا اليوم فنحن نعلم أنه في كل عام يفر ما لا يقل عن 25 مليون شخص لذا بعد نحو 30 سنة أعتقد أن الرقم سيصل إلى 500 مليون هذا ليس تقديراً عالياً للغاية إذا كان لابد لي من التقدير سأقول إن خمسة أو ربع سكان العالم سيطرون للهجرة ما يعني حوالي مليارين إلى ثلاثة مليارات شخص ترجمة نانسي قنقر